قصة تانية قصة تانية؟ عارف انا مش هستألك ليه؟ عشان انا النهاردة ده لقاء مختلف يعني عادتك كل يوم بنسأل وفوامور فنية ورقاء أركاب هنوصل للحاجات دي بس الكصص دي حلوة حلوة حكايات قبل النوم كده والناس بتنم معنا لبقى نكمل بقى بالقصص دي يلا ميلا القصة لها دعوة برضو بساحل العاج وابو بكر باري حارس مارما كوتفور في البطولة اللي حصلوا عليها سنة 2015 النهائي كان ما بين ساحل العاج وغانا والنهائي حصل فيه ان ضربات الجزاء امتدت بشكل كبير جدا غانا ضيعت ضربتين شبوا الصورة شوي كوتفور ضيعت ركلتين وفضل العشا اللعيبة هنا وعشا اللعيبة هنا سددوا وفضل حراس المارما ان هم اللي يسددوا جي حارس المارما الغاني رزاق جاي يسدد صدها بو بكر باري المفروض اللي يشوت بو بكر باري بو بكر باري عمل حيلة عشان ما يشوتش الرطلة الحاسمة اللي تتوج ساحل العاج في تاني بطولة لها فهو عمل ان هو مصاب ومسك رجله وقع على الارض زي ما احنا شايفين كده والحاكم ساعتها كان بكاري جسامة الجنبي وقعدوا يتكلموا معاه لدرجة ان الحاكم المساعد اسمه كامارا سنغالي اتكلم مع بو بكر باري وبيقنعه عشان يشوت ركلة الترجيح قاله انت دي تاني مرة ليك على التوالي في نهايه بطولة افريقية وانت قربت تعتزل خلاص انت لو احرصت الرطلة دي هتبقى بطل قومي في بلادك يا يا توريه راح اتكلم معاه هو كان عايز يتحيل على الحاكم بحاجة غير قانونية بالمرة كريمة الفكرة في ركلات الترجيح لو لعيب جاي يشوت وهو لسه في الدور يعني هو لعيب رقم 11 فلازم تلف لفة كامر اللعيب ده لو قرر ان انا مش هشوت قانونا في قانون ركلات الترجيح بيعتبروا ركلة الترجيح اللي هيشوتها دي كأنها ضائعة فهو كان عايز يتحيل على بكاري جسامة على اساس ان هو مش واخد باله من القانون قوي فيخالي يا توريه المسدد الاول وكابتن هو اللي يشوت الركلة الحسيمة فلما وقع على الارض وكلم معاه الحاكم المساعد فاقنعه فدخل يعني كده حسب الفخر وتخيل كده وهو بطل قومي فدخل يشوت الفكرة يا كريم ان هو شطها من احلى ركلات الترجيح اللي حصلت في المباراة دي شطها بمنتهى بدقة في زاوية رزاق الحارس الغاني مقدرش ان هو يجيبها وكانت في زاوية وكان رايح معاها كان لازمته ايه بقى التمسيح؟ لا الفكرة بقى يا كريم ان هو بعد ما احرص الركلة الترجيحية دي فتح سبرينت يعني الحاكم المساعد السنغالي بيقول فتح سبرينت انا نفسي مش هقدر يعني ما فيش حد مصاب يقدر ان هو يفتح السبرينت بالاحتفاله عامل ميت وبتاعه طبعا جري واحتفل مع زملائه وفعلا بو بكر باري كان هو بطل الجيل ده الجيل الزهبي اللي ما كانش هيبقى محظوظ بالمرة ان هو ما يتواكش ببطولة الكاس الامم وللأسف درجبة كانت اخر بطولة ليه هي البطولة اللي قبلها ودرجبة دي اول بطولة ما يكونش فيها مع منتخب كوتفوار ودي اللي يحصلوا عليها فكان لها قصة وقصة لذيذة وقصة يعني لذيذة كده ان هو حس في الاخر ان هو هو البطل بقوي فاحنا خلصنا كوتفوار